بداية نشرتنا اليوم السبت إذ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى فخامة الدكتور الكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنية مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور الكسندر فان دير بيلين وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقية تهنية مماثلتين إلى معالي كارل نهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا